طيب أيهما أحب بقى عند الله ورسوله فكرة اللي أنا أختم القرآن الكريم أكثر من مرة في رمضان وقراءة سريعة علشان أعمل يعني خلينا نقول كده بلغة الشباب سكور أنا ختمت القرآن ثلاثة أو أربع مرات في هذا الشهر الكريم ولا لنا أقرأ قراءة متدبرة أفهم معنى الآية إيه وحتى لو ختمت مرة واحدة طيب إحنا عندنا قاعدة كده جميلة أو بتقول إيه بتقول لا يصاروا إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع يعني أنا ما أقولش أني أفضل ده ولا ده إلا ما يكون الأمرين مع بعض صعب نجمع بين الأمرين ومش لازم يكون التدبر للقرآن كله يعني ممكن إنسان يتدبر صورة واحدة ويظل يتدبر فيها ويقرأ في كودو التفسير ويسمع شروح للتفسير طول رمضان صورة أحد الصورة التي توقف معها فيها أحكام أو فيها إيمانية بس أنا ممكن أكون بقى وفي نفس الوقت القرآن وأنا مش فاهم معناه أنا لسه أقوله عشان كده هو ده التدبير يبقى هو يجمع بين الأمرين يبقى هو سيحرص على التدبر ولو في بعض القرآن ويحرص بقى اللي هو القراءة القراءة في حد ذاتها مقصودة تقذف من نور الله عز وجل ومن الإيمان في القلب حتى لو هو مش فاهم بعض المعاني ففاهم معاني أخرى صحيح ولو غاب عنه معنى المرادي وهو بيقرأ سورة أخرى هيظهر له معنى آخر وربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المذكر أنت إذا أقبلت على القرآن ربنا بيفتح عليك ويعلمك واتقوا الله ويعلمكم الله لكن خليني أقول أن القرآن يعني يقرأ في طول السنة لكن في رمضان يعني في تسابق في تلوة القرآن في حد ذاته يعني حاجة بتقول الكام ولا كيف بنقول نجمع بين الأمرين حتى لو الكيف ده في سورة لكن الكام مطلوب الإمام الشافعي رضي الله عنه كان بيقرأ القرآن في كل يوم مرة قرآن كله يقرأ القرآن كله في اليوم أبو حنيفة الطلاب يتعب يسألوا يا إمام في كم تقرأ القرآن في رمضان فقال لهم في النهار أم في الليل أصلا فقال لهم قالوا له في الليل قال لهم في الصلاة أم خارج الصلاة ففي حالة عجيبة يعني أنا مبرح كنت قاعد مع أحد يعني أحد الناس المحترمين جدا فلقيته بتكلم على أنه بيجاهد نفسه أن يختم كل ثلاثة يام في ربضان عشان يختم عشر ختمات ما شاء الله فده باب مفتوح سارعه إلى مغفرة من ربك فيجمع بالأمرين يبقى أفضل طبعا